اشتركوا في القناة فينا نضوي شوي على زيارة البطرك لروما كمانا هايدي شغلة بتهم لبنان وقدش زيارة البطرك اليوم حاملة من رسائل لقديسة البابا ده الحبر الاعظم كلهم وضيع متشابكي فيتين ببعضهم حتى بتعليمه بمفاجأته مبارح عشو ضوه والرسال يعني مبارح مثلا البابا كان موضوع التعليم يلي إلنا مدي مبلشين فيه من بعد ما نصبح عليكم كلكون ونتمنى لكون نهار حلو ومشرق مش بس بلبنان مشرق وبأول شهر كانون الأول شهر عيد الميلاد إن شاء الله هالأعياد المقبلة المطلة علينا تحمل فرج فرح وأيضا بالوقت زيته التعزي يلي كل واحد منا بحاجة لإله ويكون متل ما بيقول أبونا منصور لبكي بإحدى تراتيله ليلة الميلاد يمح البغدو ليلة الميلاد تزهر الأرض البابا فرانسيس مبارح هو عم بيتابع سلسلة التعليم يلي كان أطلقه من مدي حول التمييز كان موضوع مبارح التعزي الروحي والتعزي الروحي كلنا نحنا هايدي حالي أو بحاجة لإله أو منمرق فيه نشوف نحنا هاي أكيد مش البابا هيدا أنا أوقات كتير بيعز علينا إنه صديقنا ما إيش عزينا بغياب صديق أو قريب أو نسيب فإذا كلمة التعزي هي مؤسس وهالمؤسس التعزي الروحية هي مؤسس من الله للإنسان هونيك الإنسان عم بيقاسي خيه الإنسان فالتعزي الروحية بيقول البابا هي عنصر أساسي من عناصر التمييز ولكن بيقول الحبر الأعظم بتعليمه الأسبوع مبارح إنه مرات كتيري التعزي الروحية بيعرقلة انتشاره البابا كتيري بيحكي عن الشر أو الشيطان وبيقول إنه مرات كتيري نحنا التعزي الروحية بتكون محل بنستعيد فيه عن الصلاة أو التعزي الروحية بعمل الخير أو بمساعدة المحتاج هي بتحل محل الالتسام بالوجبات الروحية الأساسية فالتعزي الروحية بيقول البابا الحقيقية هي تعزي نجمي عن علاقة صادقة شفافة واضحة مع الله ومن خلال الله مع الإنسان فزي ما فيدي أنا أحصل على التعزي الروحية بغياب الله أنا بدي أتعزى روحيا بحضور الله وبينهي البابا تعليمه الأسبوعي مباريح بأمني إنه كل الجماعات الروحية وما أكترها عم بتصير اليوم مش بس أنا بلبنين عم بيكون فيه كتر خير الله وعي وانتشار لجماعات روحية منها جماعات روحية مرتقسة على الصلاة فبيقول الحبر الأعصاب كمين وحدة الصلاة ما بتكفي الصلاة لازم تكون مربوطة بالأعمال لازم تكون مربوطة بالالتسام بتعليم الكنيسة لأنه كلام البابا هيدا مرت كتيري في جماعات روحية الكنيسة منها ضد إنه الواحد يعبر عن رأيه ولكن كم وكم من الجماعات الروحية تتحول إلى مجالس للنيل من الكنيسة وكمان هون بيلاقوا فيها تعزي روحية إني أنا إذا انتقدت البابا أو إذا انتقدت البطرق إذا انتقدت أبو نجان أو إذا انتقدت من مكان أنا هوني هاي بالنسبة لإلي عم بتعزة فمن شان هايك شغلة كتير أساسية تعزيتنا الروحية تكون نابعة من الله قرار شخصي التزام حقيقي وباتصال مع الإنسان وإن شاء الله هالكلمة اللي قلناها إنه كلنا سوى نقدر نحصل حقيقة على التعزي الروحية الحقيقي والصادقة نعم ننتقل من التعليم لنفوت على مواضيع أخرى كمان من الفاتيكان يعني كان فيه كمان إقالي أو استقالي فإنها كتير مواضيع تمام ناخد نحنا أنا عرفت عليك شو الرسالة اللي عم بتوجهي لي نعم أول شي الفاتيكان أو الكرسي الرسولي اللي يوم كتير مهتم بوضعين نعم على الصعيد العالمي هني الحرب العبسي الدائرة بين روسيا وأوكرانيا واستعداد البابا والكرسي الرسولي للدخول لحل النزاع الناشئ وكما يبدو الأمور اليادة هؤذبة يعني كأنون ما بدون الكنيسة تكون حرة وتقول الحقيقة تلبد الجو من يومين من بعد ما كان فيه استعداد من قبل الفريقين للقبول بوساطة الكرسي الرسولي ولكن عدسة البابا أطلق من يومين نوع من كلام اعتبروه الروس مشين بحقهم لأنه البابا هجم الشيشين يلي هني عناصر عم بيساعدوهن للروس وبهاي الإطار كانت زيارة السفير الروسي للاستنكار حقيقي من قبلهم وكأنه عم بيقلو للحبر الأعظم نحن حبينا أنه كل شيء الاستعداد اللي أظهرنا نتريس بأبول طلبكم والحدث الثاني اللي صار مبارح هي كان عيد لقديس اندراوس الرسول وجريا على عاد من أيام المجمع الفاتيكاني التاني في تبادل الزيارات بين الكنيسة الكاتوليكية والكنيسة الأرثودوكسية بشخص مطريارك القسطنطيني أوفد البابا مبارح العميد السابق لمجمع الكنيسة الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري حتى يحضر القديس بكاتدرائية الفنار وحملوا رسالة لبطريارك القسطنطيني وعم بيقلو انه نحن مدعوين ككنيسة كاسوليكية وككنيسة أرثودوكسية انه نكون صناع سلام إن شاء الله الروس والأوكران وكل الأفريقاء المتعاطين بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا يستوعبوا إنه مجيء المسيح هو مجيء أمير السلام النقطة الثانية يلي عم تشغل الكرسي الرسولي هي نوع من ورش التعينات وورشة التعينات عم بطال كتير أشخاص يعني ما فيني أنا أحكيهم كلهم سوى لأنه وقتنا بيركد والضيف اللي عابلي سأخذ من وقتنا شوي بس في عنا أول شي حدث كتير كان اللي وقعه هو الأسبوع الماضي البابا بقرار حل المجلس الرئاسي لمنظمة كاريتاس الدولية و عين علماني دكتور علماني تيكون هو الرئيس الأعلى المؤقت لمنظمة كاريتاس الدولية هالحدث يمكن البعض عطبروغ عابر ولكن بالشي اللي صار مبارح لأول مرة بيصير إنه البابا بحط إيده إنه يتعين علماني أي يتعين علماني رئيس أعلى إيكل عمرو كاردينال نعم نعم بس الرابط مبارح اللي صار مبارح البابا هلأ الفاتيكون الكرسي الرسولي أو يطلب من الشخص إنه هو يتنحى يقدم استقالته أو أداسة البابا هو بياخد قرار وبيقول له ميرسي ما بنعرف المبارح البين اللي طلع بأبو الاستقالة ما يشبه وزير الاقتصاد بالفاتيكون يلي كان يسوعي هالقرار اللي صادر المبارح يمكن إله علاقة ببعض الملفات الاقتصادية يمكن كاريتاس ويمكن غيرها من الدوائر وأوكل على رأس الدائرة يلي هي وزارة الاقتصاد والتدقيق إذا بدنا نحن التدقيق المالي كمان عين على رأسه علماني دكتور وهي يصبح عندنا دائرتين كبار بالفاتيكون مستلمين علمانيين مستلمين علمانيين من بعد ما كان فقط حق رئاسة الدوائر العليا لرئيس الأسائفي أو للكاردينال نعم فعندنا دائرة الأعلام والتواصل الاجتماعي مسؤول عنها علماني عندنا كمان هالقرار وزارة الاقتصاد أو ما يشبه وزارة الاقتصاد مسؤول عنها علماني إلى جانب غيرها من المهمات اللي عم يكلها البابا للعلمانيين كما أنه طبعا نضيع الوقت كتير البابا يعني هيدا مؤشر شو البابا عكل حال كتير عنده تشديد على أنه ينخرطوا العلمانيين بالمواقع الايادية الكبرى في إدارة الكنيسة نعم وهيدا يمكن بيحقق نوع من مصالحة يعني بيقرب أكتر بيقرب أنه لش تضلع العلماني يحس أنه في هيمنة لرجال الدين على القرارات خلوا يفوتوا لجوة ويشوفوا نعم إلى جانب البابا تشجيعوا وحسوا على توظيف العلمانيين كمان كتير عم بيشدد على ضرورة انخراط المرأة والسيدة المثقفة مثل حضرتك ويلي عندها القدرة أنه تستلم أيضا مواقع قيادية هايدي من خصص لش مرة بده كتير وقت إذا من عنده صار فيه نساء بالكرسي الرسولي بمواقع قيادية كمان هايدي سابقة يعني ما كانت تتسير قبل لا قبل تناخد إذا بحسكي بنحكيك شوية أنا شوية عندي فكرة عن الأرقام نعم هل بتليني خلص الوقت لا لا بعد معنا وقت يلا نستفيد خدي فكرة من هالمعلومات يعني عم نحكي نحن قبل وصول البابا فرانسيس وهلأ بحبريت البابا فرانسيس قبل وصول قبل وصول البابا فرانسيس كان عم نحكي نسبة نعم نخوف بالعدد النساء اللي كانوا نعم نعم بين موظفين يعني عاملين مع احترام إلى دور المرأة ورسلتها بس المرأة قد تكون طاهية وقد تكون عاملة منزلية وقد تهتم بالخياطة وهو كله نسوى نعم كله نسوى إلى جانب سكرترات وطايبينج والإعلاميات نعم كانوا نسبة النساء قبل البابا فرانسيس سبعة بالمية سبعة بالمية نعم لا هالرقم صادم هيقبل البابا فرانسيس كانوا تلاتة وتسعين بالمية رجال رجال مجتمع الزكوري ومن تلاتة وتسعين بالمية الرجال كان في رجال دين رجال دين نعم بحدود من تلاتة وستين من تلاتة وتسعين بالمية تلاتة وتسعين بالمية تلاتة وتسعين رجال دين لا 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 كان في أربعة وسبعين بالمية رجال دين كمان نسبة كتير عالية هلأ مع البابا فرانسيس مع البابا فرانسيس صار عندنا 35% نساء حمد الله يعني قريبا راح يصيروا اكتر 5% نساء ومن ال 65% اللي بعضهم من الرجال تقريبا وصلنا الى انه رجال الدين صاروا اقل من 40% على حساب توظيف علمانيين علما انه ما عم بيكون فيه بهالايام هالبحبحة بالتوظيف الحدس التاني اللي يجب نضوي علي نحنا مع تقديرنا ومحبتنا للدور الكبير اللي لعبه نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري على مدار 15 سنة كعميد لمجمع الكنيسة الشرعية قديسة البابا فرانسيس من مد مش بعيدة ابلو استقالتو لبلوغو السن الانوني يعني الكاردينال ساندري اربع سنين بقي اكتر من العبر الانوني وعين محلو رئيس اسيفي هو المطران كلاوديو جوجيروتي كلاوديو جوجيروتي هو كان سفير باباوي باليابان بريطانيا عفوا كان سفير اخيرا كان سفير باباوي بريطانيا عمره 67 سنة ايطالي الجنسي بيعرف الشرع كتير منيح لان هو كان مساعد الامين العام بمجمع الكنيسة الشرعية قبل تعيينه سفير باباوي على ايام البابا الانديس يوحنا بولوستاني واثناء رئاسة الكاردينال الراحل اكلي سيلفستريني لمجمع الكنيسة الشرعية عينوا البابا سفير باباوي بارمينيا ولاحقا تنقل بين ازاربيتجان وجورجيا الى انه مؤخرا عينوا البابا فرانسيس ببريطانيا الدولة الاخيرة السفير باباوي السفير باباوي قبل ما يعينوا بمجمع الكنيسة الشرعية كنتي عم تقولي بالمؤدمة مجمع الكنيسة الشرعية هو من اهم الدوائر بالفاتيكون لانه له علاقة نحن مجموعة الكنيسة الشرعية الكاسوليكية يلي عندها اوتونومي بارسيال نعم هن 21 كنيسة كاتوليكية فيه كنائس مطرياركية فيه كنائس متروبوليتانية فيه كنائس رئاسات اسخفية شو بقدنا هلأ مش وقت نعمل درس قانون مجموعة الكنائس الشرعية هو عنده دور صلة الوصل بين هذه الكنائس الشرقية الكاسوليكية وكل دوائر الكرسي الرسولي وعنده دور كتير كمير بيلعبوا وكل كنيسة شرقية يعني فيه شخص ممثل أو مندوب لا لا مكلف من قبل عميد المجمع بمتابعة شؤونة الصغيرة والكبيرة بسموه منو تانتي بيكون هيدا موظف بمجمع الكنائس الشرعية مجمع الكنائس الشرعية عنده دور مهم وبالماضي البعيد كان عنده دور معين وبالماضي القريب عم بيلعب دور وخاصة عنده كتير دور عم بيلعبوا في سبيل تفعيل الحوار الكاسوليكي الأرثودوكسي تغير الدور أبونا مما كان عليه لغاية الماضي القريب من الماضي البعيد للماضي القريب تغير الدور يعني كان فيه نوع من دور فينا نقول رقابة مشددة وما كان كتير يعني هلأ مع البابا هلأ صار أكثر فعالية فعالية هو كل عمره فاعل نعم بس عم نحكي اليوم انه بيظل وجود عدة كانت موجودة الدوائر قبل نعم بس كان كلها في هايمنة على علاقة بين الكنائس الشرقية الكسوليكية وكل ضوائر الكرسي الرسولي كانت موجودة بإيد مجمع الكنائس الشرقية كان فيه نوع من هايمنة نعم كل شي كان يمرو عبر المجمع اليوم صار فيه ما أرجع معين إلى حد معين صارت العلاقة من هال يعني منه هال هيمنة القوية علما انه التغيير الحديث يلي طرق ودخول شخص شاغل بمجمع الكنائس الشرقية وفي ظل العلاقة القائمة بين البطاركي وأداسة البابا ومنعرف انه اليوم اربط المسافات صاروا شوفوا للبابا على طول يحكوا معه إذا تعزر اليوم صار التواصل أسرع يعني نوع من انه المجمع الكنائس الشرقية المأمول منه المأمول انه يكون فيه نوع من صفحة جديدة يعني الليونيس عليسي أكتر يكون فيه هالأية عم بتصير أكتر وإن شاء الله تكون يعني لأنه يعني احنا هيدا لحد معين منبر حر اسمه هوانا هواك نعم إن شاء الله ما يروحش الكلام بالهوى أكيد رايح عبر الأسير وبهوا بهوا مليان بس ما يطير بالهوا ما يتبخ إيه إنه فيه بعض التمالمون مع الأشي أنا بحب أني تعودنا على صراحتك أبونا يعني أنا لك يمكن الصراحة قوات كتيرة بتكلف يعني إنه فيه انزعاج نعم ما يواخذونش يعني يمكن يوصلوها عني أنا مش مشكلة إنه إلى حد معين كان زل سقيل وكان فيه مرات كتير نوع من عدم الوعي لدور الكنائس الشرقية الكاسوليكية والمؤسسات التاب على قلة من رهبانيات من مطرانيات من دوائر يعني إنه فيه كان أسلوب بالتعاطي مننسى نحن إنه البترك هو رئيس كنيسة البترك رئيس كنيسة نعم إنه مرات إنه يتعطى مع أصحاب الغبطة البطاركة موظف صغير أو بمكتوب صغير معلاي إنه اليوم إن شاء الله إن شاء الله على ما أنا عم بقول إنه العهد الماضي ما كان فيه ليقات كلا إن شاء الله العهد الجديد مع أنا برأيي مع ما صار كاردينال سأكيد بيصير كاردينال قريبا يلي بيستلم ب خمسة عش قانون التاني نعم الشهر اللي مقبل نعم ولفتني مبارح يعني أنا هالمرة هايدي بلاحظها أنا لمشتغلك شي كمراقب بالإعلام إنه بالبيان الرسمي الصادر عن دار الصحافة عن إفادة البابا للكاردينال ساندري على القسطنطينية ضو عميد مجمع الكنائس الشرقية السابق آه يعني بكأنه الكاردينال ساندري ما بقى ما بعرف أنا اتفجائت فيها لأنه كانه عادة يبقى لسطعش يعني البابا بحدها لا يستلم الجديد ما بعرف أكل الأحوال اللي احنا بنشكر الكاردينال ساندري وكل الجهاز يلي تعيون معه أثناء خمسة عشر سنة أكيد كان في خير كبير للكنائس الشرقية زرع ونتمنى ل سيادة المطران الجديد على رأس دائرة الكنائس الشرقية المطران تلاوديو جوجيروتي خدمة مسبرة لخير الكنيسة الجامعة نعم لأنه بالنهاية نحن بمجتمع مجتمع الكنيسة الشرقية الكاثوليكية مجتمع صعب في عنا حضور غير المسيحيين وفي عنا حضور المسيحيين غير الكاثوليك و ينظر لقلنا في بعض المرات أنا بتذكرها وهون إذا بدك بن هي قال لي طول بعمره سيدنا المطران جورج خضر كنا بسينوروس لبنين والمطران جورج خضر كان موفد من قبل باتريارك انطاكيا وسائل المشرق للروم الأرتودوكس حتى يحضر جلسات السينوروس الخاص بلبنين كنت أنا مسؤول عن إذاعة الفاتيكان وبدون من كثير حديث وطول سيري كان فيه معاملة جد مميزة ومقدرة للمطران جورج خضر كانوا عطينوا أصر داخل حدائق الكرسي الرسولي تكريم سيارة ليموزين تصال الصبح تجيبوا على جلسات السينوروس وترجعوا بعد الظهر يعني شو مدي أنا فيهم مش معنا وقت أما سائر المشاركين من بطارك ورؤساء سائفي ومطارني مش عمبول أخوارني مثلي أنا بتعملوا بغير طريقة إنه أو يروحوا بالبوسط من عبور تكريش الأوتوكار يليم تلميز للمدرسة ليه ليه وصلنا بالآخر ليه ليش هالتعامل فأنا عمبوله لبطار جورج خضر بدي سيدنا عملي وقابلي معك كنت معني بعمري كي شعري أسود وكنت معني بتحمس لتلو سيدنا أنت بدي عمناعك مقابلة تنحكي فيها عن إيه سألني قال لي عن شو بدنا نحكي لتلو إذا في مجال للتقارب الأرتودوكسي الكاتوليكي بحضورك قال لي أمونا جون منك شايف كيف عم بيصال المطار الكاتوليك والمطارك الكاتوليك على السينودوس وكيف عم بيصال أنا يخليني محلمنة يعني الرسالة وضحيت نعم أوقات نحنا من العمل الغريب أحسن من القريب وهي دا مش كتير منيحة أنا مع حصن المعاملة للفريقين بس نحنا هذا المساويت يعني المساويت بالتعامل والتعاطب بتذكر أقلم طران خضر على شو أنا بدي أشتغل حتى زيل خليني محلمنة معزز مكرم البد كونية وأنا عم شوف قدامي باعتذر على صراحة اليوم بس إن شاء الله نحنا عطول عندنا أمل أمل كبير مثل ما قلت بأول لقاءنا إنه هالعيد اللي بده يطل علينا يحقق انفراج وفرج لكل الناس ويكون حقيقة مجيء المسيح مجيء أمير السلام ويلي بدنا نقله تعال بيننا أقم عندنا وخز من قلوبنا لك مسكنا أمين أنا بدي أشكرك أبونا جام مارون الهاشم المريم على حضورك معنا بهذه الفقرة فاصل أخير ومن تابع نحن ويكون مع اختصاصية التغذي ماري تاريز عائية اشتركوا في القناة